حادث مرعب تمساح يتسبب في تحطيم طائرة ومقتل عشرون راكب قام أحد الركاب بتهريب تمساح في حقيبته على متن الطائرة وتسبب الحيوان المحمول جواً في حدوث فوضى كبيرة بعد خروجه من الحقيبة قبل لحظات من الهبوط وذلك أثناء تجاه الرحلة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية دما هرب التمساح من الحقيبة أدرك المسافرين بسرعة أنه ليس لديهم مكان للفرار وأصيب بالذعر التم ومن ثم حاولوا دخول قمرة القيادة وقال الناجي الوحيد للسلطات أن المضيفة الجوية هرعت نحو قمرة القيادة وتبعها الركاب لكن قد تحطمت الطائرة نتيجة تحول الدراماتيكي في مركز جاذبيتها في منزل في بندوندو بالقرب من المطار الإقليمي ونتج عن هذا الحادث المروع وفات طيارين وثماني عشر راكباً على الفور لكن نجى شخصاً واحداً من هذا الهجوم كان كريس ويلسين تسع وثلاثون سنة أحد الطيارين الراحلين وهو بريطاني يعمل كضابط أول على متن الرحلة التي أقلعت من العاصمة كينشاسا وبينما نجى التمساح المهرب من الحادث لكنه لم ينج من ضربة المنجل التي تلقاها عند الهبوط من السلطات ومع ذلك أشارت تحقيقات الأولية إلى أن الحادث نتج عن انخفاض مستويات الوقود حيث انتهى الحادث دون انفجار لكن تم التأكيد لاحقاً على أن هروب التنساح من الحقيبة القماشية أثناء الرحلة كان العامل والرئيسي وتم تهريب أحد الركاب التنساح على متن الطائرة بقصد ترويج له وبيعه بشكل غير قانوني ترجمة نانسي قنقر